أكثر من ست سنوات مرت على انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن ولا يزال المدنيون يعانون من انتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة هناك في مأرب تقول منظمة العف الدولية أن استمرار المعارك أدى إلى نزوح آلاف المدنيين نصفهم من النساء وثلاثون في المئة منهم من الأطفال يعانون ظروفاً إنسانية صعبة تتطلب رفع حالة الاستجابة لاحتياجاتهم في ظل الحاجة للمأوى والمياه النظيفة والغذاء وتشير منظمة العف الدولية إلى أنه بالرغم من مرور كل تلك السنوات على المأساة إلا أن تحقيق سبل العدالة غير متاح في اليمن حيث يترتب على مجلس الأمن التحقيق في تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان من جانبها تؤكد منظمة هيومن وايتس ووتشا الحقوقية أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة وأظهرت تجاهلاً مروعاً لأمن والسلامة المدنيين طوال النزاع حيث فر منذ بداية عام 2021 14 ألف مدني من مناطق شمال مأرب إلى وسط المدينة والمناطق الجنوبية بالمحافظة حيث تسبب القصف العشوائي للميليشيا بهذه الكارثة الإنسانية فإنها تعلن عن مبادرة المملكة بإنهاء الأزمة اليمني والتوصل لحل سياسي شامل على المستوى السياسي تكثفت المساعي الدولية داعمة للمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن حيث أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة في الأمم المتحدة بربرا وودورد أن بلادها تدعم المبادرة السعودية لأنها تشمل العناصر الأساسية لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن معبرة عن قلقها بشأن استمرار المعارك وحملة الحوثيين المسؤولية في المقابل لا تزال ميليشيا الحوثي مستفيدة من الأزمة الإنسانية الحاصلة كاشفة عن تواصل بينها وبين الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان بعد رفضها مساعي المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفث للحل ويبقى السؤال عن الثمن الذي سيدفعه اليمنيون لاحقا إذا ما قدم المجتمع الدولي تنزلات غير محسوبة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والتي تريد تكرار السيناريو لبنان والعراق في اليمن وبسط نفوذ على كل البلاد ترجمة نانسي قنقر